توازيا مع تقلص العجز التجاري وتراجع نسبة التضخم كشفت وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي عن رقم إيجابي آخر متعلق بالاقتصاد التونسي فقد استقطبت تونس استثمارات أجنبية بقيمة 1862.1 مليون دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من هذه السنة محققة زيادة بنسبة 13.1% مقارنة بالسنة الماضية وبنسبة 36% مقارنة بسنة 2020 تونس بدأت من سنة 2022 وإيساس كونفيرم التراند هذية بالنسبة للسنة الحالية اللي بدأت تونس ترجع في رادار المستثمينين الجانب الكبار اللي عندهم ثقة كبيرة في تونس استثمار الخارجي المباشر هو يعتبر رافعة مهمة لدفع النمو في بلادنا ورهنت عليه تونس منذ بداية السبعينات وكنا دائما نعتبر اقتصاديا أن الاستثمار الخارجي المباشر لهو أهمية كبرى على مستوى خاصة نقل التكنولوجيا وكذلك انعاش معناها احتياط العملة الصعبة للبلاد وكذلك خلق مواطن التشغيل وباستثناء قطاع الطاقة مكنت الاستثمارات الدولية المتدفقة على تونس من إنجاز أكثر من 500 عملية استثمارية ما سمح بتوفير 9406 مواطن شغل مباشرة في قطاعات متنوعة أساسا قطاع مكونات السيارات وقطاع مكونات الطائرات الحمد لله ولاد تونس معنا كي بلاير في الاندسترية هذية وعنا قطاع الاي سي تي قطاع يعني كل ما هو معناها الذكاء والانجينيرينغ وكل ما معناها مدار حوله هذية كان الاستثمار في الطاقة يمثل وحده ورابط 60% في 2011-2010 أصبح اليوم ما يجوزش 23% من مجموعة الاستثمار خارج المباشرة هذا نعتبره مؤشر إيجابي خطر هذا يبين اللي التنوع بالنسبة للاقتصاد التونسي ولا نجلبه استثمار في الصناعات اللي هي ما هيش في الطاقة وكذلك في الخدمات وإضافة إلى المستثميرين التقديديين من الدول الأوروبية على غرار فرنسا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا فقد نجحت تونس في استقطاب مستثميرين جدد وخاصة من اليابان حيث يتم العمل على مزيد تحسين مناخ الأعمال في تونس بهدف زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية لدينا مناخ مضيف للاستثمار ولكن ثم للأسف شوية نقائص صغيرة خالدين ناملوا عليها بالتكاتف مع سلطة الأشراف مع كل الهيكل التونسية باش نحاولوا نقلصوا فيها ونوفروا مناخ طيب للمستثميرين الأجانب تعتبروا اللي دفع المجهودات باش نحسنوا من جاذبية الاستثمار في تونس هو رهان مهم لماذا؟ لأنه كنقارنوا مثلا الاقتصاد المغربي اللي هو يمثل 2.9 مرات من الاقتصاد التونسي هو يجلب 12 مرة أكثر من الاستثمار الخارجي المباشر إذن الطريق ما زالت أمامنا باش نحاول نحسن من مناخ الأعمال ونحاول باش نحسن من جاذبية الاستثمار الخارجي المباشر لتونس وتتوقع وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي بأن يتجاوز حجم الاستثمارات الدولية المتدفقة على تونس 2500 مليون دينار في موافع السنة الحالية اشتركوا في القناة